بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات أحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين في هذه الحلقة والحلقات القادمة نتكلم حول الخطاب الثقافي الإسلامي أسلوب الخطاب الثقافي الإسلامي كيف يكون طبعا نحن لو أردنا أن ندرس أسلوب الخطاب الإسلامي هو أسلوب متميز وفريد من نوعه وهو شامل وعام ولكن الآن نحن نتكلم فيما يخص مباحثنا وهي مباحث ثقافية متعلقة بالثقافة الإسلامية الأصيلة وبعض هذه النقاط التي سنذكرها ليست خاصة بالخطاب الإسلامي الثقافي وإنما هي عامة ولكن نحن ننظر إليها من زاوية الخطاب الثقافي الإسلامي وقبل أن نبدأ بالبحث نقدم مقدمة وهي أن اللافظ قالب للمعنى واللافظ والمعنى أحدهما يؤثر في الآخر جمال المعنى يؤثر في جمال اللافظ والعكس جمال اللافظ قد يؤثر في جمال المعنى يعني مثلا نحن إذا لاحظنا كلمة ورد هذه الكلمة ورد كلمة جميلة لماذا؟ لأن المعنى جميل فاللافظ اكتسب جمال المعنى ولكن إذا ذكرنا بنت وردان أو بتعبير بعض المناطق المردانة بنت وردان حشرة مقززة توجد في الأماكن القذرة نفس المادة وردان نفس مادة الورد ولكن اللفظة لفظة قبيحة لماذا؟ لأنها اكتسبت القبح من المعنى المعنى قبيح فأثر قبح المعنى في قبح اللفظ إذا كان المعنى جميلا اكتسب اللفظ جمال ذلك المعنى الخطاب الإسلامي بشكل عام خطاب يراعي الجمال اللفظي أيضا جمال الخطاب لماذا؟ لأن المعاني سامية المعاني جميلة المعاني مطابقة لفطرة الإنسان مطابقة لتركيبة الإنسان فإذا أردنا إيصال هذه المعاني ينبغي أن نوصلها بخطاب جميل حتى هذا الخطاب يعكس الجمال في المعنى في بعض الأحيان الخطاب لا يكون خطابا جيدا فلا يعكس الصورة الواقعية للمعنى بل في بعض الأحيان بالعكس يعكس صورة سلبية لأن الخطاب لم يكن جميلا في حين أنه بعض الأحيان الألفاظ الجميلة لبعض القيم أو المعاني القبيحة تغطي على قبحها جمال الألفاظ جمال الألفاظ يغطي على قبح المعاني ولذا في عالم اليوم هناك اهتمام بالغ لناقل القيم أو الثقافات إلى الآخرين عبر أفضل وأجمل الأساليب الخطابية ولذا الأدب اكتسب أهمية قصوى والأدباء لهم أهمية قصوى ففي البلدان التي يريدون ناقل قيمهم وثقافاتهم إلى الآخرين يستعينون بأفضل الأدباء طبعا في كثير من بلداننا الإسلامية لا يوجد هناك اهتمام بالأدباء مع الأسف لأن لعدم الالتفات إلى هذه النقطة أن المعاني السامية يجب أن تنقل بأسلوب جميل ومرتب الخطاب الإسلامي جميل القرآن الكريم أجمل الألفاظ بلسان عربي مبين أفضل القيم بأجمل الألفاظ لماذا القرآن الكريم كان بهذا الجمال لأن الله سبحانه وتعالى كان يريد أن يسهل ويسر للناس الوصول إلى تلك القيم التي أرادها الله سبحانه وتعالى للإنسان لكي يعمل بها ولذا نحن نعتقد أن الأنبياء أجمع ما كان في بدنهم عاهة ولا نقص في عضو لماذا؟ لأن النبي والرسول بعث لكي يبين للناس قيم السماء طبعا بعض الناس عقولهم قصيرة ضيقة إذا رأى إنسانا به عاهة يتنفر منه طبعا هذا العمل عمل الناس الذين عقولهم قاصرة وإلا الإنسان العاقل المؤمن يعلم أن الذي أبتلي بجسده بنقص عضو أو بنقص قوة فإن هذا ابتلاء لهذا الإنسان وقيمته لم تكن بالعضو المقطوع أو المشلول قيمته بإنسانيته وإنسانيته لم تتأثر بنقص في عضوه أو قوة من قواه على كل حال الله عز وجل كان يريد أن تكون الحجة بالغة على جميع الخلق لا يحتج رجل في يوم القيامة بأني رأيت هذا النبي مثلا ناقص العضو أو في إحدى قواه كالسمع والبصر مثلا خلل فلذا تنفرت منه فلم أذهب إليه وأستمع إليه حتى لا تبقى هذه المقدار من الحجة لكي يحتج بها الكافر أو المنافق على الله سبحانه وتعالى فلذا نعتقد ودلت عليه الروايات أيضا بأن الأنبياء أجمع لم يكن في بدنهم نقص في أعضائهم وصورتهم والسيماهم وشكلهم كان من أجمل ما يكون بحيث أن الإنسان حينما كان ينظر إليهم كان قلبه يميل إليهم لا أنه يتنفر إليهم لإتمام الحجة حتى شخص لا يحتج على الله سبحانه وتعالى بأنه ابتعد من النبي لأنه لم يعجبه شكله فلذا أيضا بين قوسين نذكر بأنه نحن نعتقد بأن مثل الآية وبيضت عيناه من الحزن يعني عقوب عليه الصلاة والسلام من كثرة بكائه على يوسف بيضت عيناه الآية لم تقل وعميت عيناه ما صار أعمى وإنما أصيب بضعف في بصره وبيضت عيناه يعني بان بياض على عينه بدون أن يكون هناك عمى في بصره وهكذا بالنسبة إلى أيوب عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وآله البعض يروي في بعض كتب تاريخ الأنبياء هذا الآن بأن يعقوب بأن أيوب صار في جسده والعياذ بالله ريحة كريهة ونتن والناس تنفروا منه وأخرجوه من المدينة هذه من الأمور المكذوبة صحيح يعقوب أيوب مرض ومرض شديد لكن هذا مرض داخلي كان وكان الضعف عمومي وعام في جسده لم يؤثر في منظره ولا في شكله ولا في رائحته الزكية فنرجع إلى كلامنا وهو أن الله سبحانه وتعالى لطفا للعباد التعاليم أرسلها بأجمل الألفاظ وبعد الله سبحانه وتعالى يعني وبعد كتاب الله سبحانه وتعالى أجمل الألفاظ لرسول الله صلى الله عليه وآله فلذا الأحاديث الصحيحة المنقولة حرفيا بعض الأحيان الأحاديث تنقل بالمعنى ولكن بعض الأحيان الأحاديث نقلت بنفس اللفظ حينما نراجع أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله الصحيحة التي نقلت بنفس اللفظ نجد جمال رائع في هذا الكلام وبعد الرسول صلى الله عليه وآله الأئمة وأولهم الإمام علي عليه الصلاة والسلام لذا عندما نشاهد كتاب نهج البلاغة نجده قمة في البلاغة حتى الشريف الرضي يسمى الكتاب نهج البلاغة والبلاغاء والأدباء إذا أرادوا أن يستفيدوا وأن يطوروا بلاغتهم وأسلوبهم لا ينفك الأمر من أن يراجعوا إلى نهج البلاغة على كل حال الله عز وجل في كتابه الرسول في أحاديثها لإمه في كلامهم استعملوا أفضل الأساليب الخطابية وأجمل الأساليب لكي هذه الألفاظ تعكس المعنى الجميل للمفاهيم التي جاء بها الإسلام من الأمور التي نراعيها أيضا في الخطاب الإسلامي عدم وجود حالة الاستعلاء بعض الأحيان الإنسان وخاصة الآن كثرة هذه الحالة البعض يعيش في أبراج عاجية ومن الأبراج العاجية يلقي الكلام ويحمل الناس المسؤولية وهو قد فر من هذه المسؤولية بنبرة استعلائية الناس جهلة الناس لا يفهمون الناس كذا وكذا 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 وفي المقابل نحن الذين نفهم نحن المتطورون نحن كذا نحن كذا نحن كذا هذا النوع من الخطاب خطاب فاشل ويؤثر تأثيرا عكسيا وينفر الناس من هذا الخطاب إذا نجد أن الخطاب الإسلامي خطاب ليس فيه حالة من الاستعلاء صحيح أن المفاهيم عالية جدا وهذه المفاهيم صدرت من العالي أيضا ولكن في حين الخطاب للآخر لا يستعمل حالة الاستعلاء الآية الشريفة تقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة الحكمة تقتضي عندما تريد أن تعظ وتدعو لا تكون لك حالة من الاستعلاء الله عز وجل يقول لرسوله خاطب المشركين بهذه العبارة إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين في حين الحوار معهم لم يقل إنا على هدى وأنتم على ضلال مبين وبالفعل هكذا كان الرسول كان على هدى والمشركون كانوا على ضلال مبين ولكن هذا الأسلوب من الخطاب في حالة استعلائية ومنفر لذا يقول إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وفي قضية المباهلة نشاهد أن الله سبحانه وتعالى حينما يقول لرسوله باهل هؤلاء النصارى ائتي بنفسك ونسائك وأولادك فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونسائنا ونسائكم وأنفسنا وأمتفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين لم يقل ثم نجعل لعنة الله عليكم وأنتم الكاذبون وبالفعل لو كانوا يباهلون لعنة الله كانت تنزل على النصارى الذين باهلوا وهم كانوا كاذبين ولكن الخطاب يكون هكذا ثم نجعل لعنة الله على الكاذبين إن كنا نحن الكاذبين أو أنتم الكاذبون بهذا النوع من الخطاب تميزه الخطاب الإسلامي ففي الثقافة الإسلامية يجب أن يكون الخطاب جميلا وليس فيه حالة استعلاء كثير من التيارات الفكرية التي ظهرت في القرن الماضي في البلدان الإسلامية يوجد فيها هذا النوع من الحالة الاستعلاء المطلق هم الذين يفهمون فقط والآخرون بهائم لا يفهمون هكذا يتعامنون ولحد الآن حينما تقرأ لبعض مفكريهم تجد هذه الحالة بوضوح ومع الأسف هذه الحالة سرت إلى بعض من يريد أن يبلغ للإسلام حالة الاستعلاء هذه حالة الاستعلاء تولد من النفور أنت لست في نزال حرب أنت تريد أن تهدي والذي يريد أن يهدي ينبغي عليه أن يستعمل أدوات الهداية ومن تلك الأدوات الحوار المنطقي المفيد البعيد عن السباب والشتم وما إلى ذلك طبعا هنا ونحن في إحدى الحلقات الماضية ذكرنا هذا الأمر أنه نحن لآجل تعميم الثقافة القرآنية الإسلامية ينبغي علينا أن نهتم بنشر اللغة العربية أولا في صفوف العرب أنفسهم وثانيا في صفوف المسلمين ومع الأسف هناك حرب شعواء على اللغة العربية بالنسبة إلى غير العرب أن تذهب إلى بلدان المسلمين تجد أكثرهم لا يفقهون من لغة العرب شيئا ونحن لا نقول أنه تعلموا اللغة العربية باعتبار أنها لغة لا وإنما باعتبار أن كتاب الله كلام الله بهذه اللغة باعتبار أن كلام الرسول صلى الله عليه وآله بهذه اللغة باعتبار أن كلام الأئمة بهذه اللغة والابتعاد عن هذه اللغة بدرجة من الدرجات هو ابتعاد عن القرآن الكريم ابتعاد عن أحاديث الرسول ابتعاد عن أحاديث الأئمة عليهم الصلاة والسلام فنحن بحاجة إلى نشر اللغة العربية بمفرداتها القرآنية لأنه بالنسبة إلى مفردات قرآنية حتى العرب لا يفهموها لماذا؟ لأنهم ابتعدوا عن اللغة أو بعدوا عن لغة القرآن الكريم هذه الكلمات همشت في الإعلام همشت في الكتابة همشت في القراءة وطبعا الإنسان حتى إذا كان هو ينطق بلغة إذا كلمة أو مفردة لم يسمعها في طيلة حياته لا يفهم معناها لأنه صاحب اللغة يعني الذي ينطق بلغة إنما يتعلم معاني الكلمات ليس عبر الرجوع بالقاموس وإنما يتعلمها عبر الاستعمال اليومي يسمع من أبيه من أمه يسمع في السوق يسمع في الإذاعة في التلفزيون يقرأ في الجريدة في الكتاب فتتكون له خلفية لغوية من الكلمات لكن إذا المفردة ألغيت لم تستعمل لا في الإعلام ولا في الصحف ولا في المجلات ولا في الجرائد ولا في الكتب ولا في الكلام اليومي فإن هذه الكلمة تصبح كالكلمات من اللغات الأخرى لا يفهمها حتى الناطق بتلك اللغة فتهميش لكثير من المفردات القرآنية وتهميش لكثير من الأساليب القرآنية مع أنها هي الأساليب الأفصح والأساليب الأخرى أقل فصاحة أو ليست بفصيحة وأمر آخر تغيير لمفاهيم بعض الكلمات يعني توجد اصطلاحات كما ذكرنا في إحدى الحلقات الماضية اصطلاحات لكلمات قرآنية ولكن هذا المصطلح استعمل في غير المعنى القرآني فالإنسان عندما يراجع القرآن إما لا يفهم معنا تلك الكلمة أو يفهمها حسب المصطلح الجديد يعني فهم مغلوط فنحن في الأمر الأول نحتاج إلى خطاب ثقافي سليم وهذا الخطاب الثقافي السليم من مفرداته أن يكون جمال في اللفظ من مفرداته عدم الاستعلاء على الآخر الذي نريد أن نحاوره أو نهديه وفي ضمن هذا الكلام ذكرنا أنه بحاجة إلى نشر لغة القرآن مفردات الكلمات القرآنية بمعانيها القرآنية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات أحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات تسكي نفسك وينها وينها قناة وينها اشترك was وينها وين가 وينها اشتركوا في القناة